أعلنت مدرية الصحة بمحافظة سهاج عن تقديم الخدمة الطبية العلاجية والكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لنحو عشرة آلاف مواطن من خلال ثمانية قوافل طبية مجانية بعدد من قرى مراكز المحافظة الأكثر احتياجا لتلك الخدمات خلال الشهر الماضي تأتي القوافل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين بالمناطق والقرى والنجوع التي تحتاج للخدمات الطبية هذا وانطلقت اليوم بالوحدة الصحية للمنطقة الصناعية غرب طهطة قافلة طبية مجانية تم خلالها توفير جميع التخصصات الطبية المختلفة لتوفير خدمة طبية مميزة ومتكاملة موجودين جميع التخصصات الطبية في المستشفى والطباء يقومون بالتوقيع الكشف الطبي وهناك فيه استجابة جيدة من المواطنين لتوقيع كشف الطب وتبديم الخدمة الطبية بالمجان والعلاج بالمجان نشكر جميع القائمين على القوافل الطبية ونرجو استدامة واستمرار وتطوير القوافل الطبية في جميع المحافظات ترجمة نانسي قنقر